أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهبداهم وبعد في الدرس السابق عند قول الله عز وجل في سورة آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبيرٌ بما تعملون هذه الآيات الكريمة لا زال السياق فيها عن غزوة أحد والأحداث التي وقعت فيها وصاحبتها وما حصل للمؤمنين من مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم نتج عنه هزيمتهم وجاءت هذه الآيات لتقرر كثيرًا من الدروس والعبر إثر هذه الغزوة وقد أشرنا سابقًا إلى أن من لم يعرف الهزيمة لن يذوق طعم طعم النصر ولذلك فقد جاءت هذه الآيات الكريمة لتعرض كثيرًا من الدروس المتعلقة بهذه السورة فقوله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هذا تذكير من الله تعالى للمؤمنين بما حصل منهم بعد مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كر عليهم المشركون والتفو عليهم فانهزم المسلمون وتفرقوا وانتشروا وهذا المعنى تشير إليه الآية في قوله إذ تصعدون يعني أذكروا حين كنتم تبتعدون في الأرض تنتشرون فيها مولين هاربين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد يعني لا يلتفت منكم على أحد ولا يسأل عن أحد وهذا النوع من الفرار يكون بسبب ما يقع في القلب من الفشل فيورد في الإنسان درجة من الخوف والاضطراب لا يستطيع التفكير في شيء غير النجات والفرار ولا يلتفت إلى أحد وهذا معنى قول عز وجل تصعدون ولا تلوون على أحد فهم يذهبون يبتعدون في وجه الأرض ولا يلتفت من أحد إلى أحد والصورة الثالثة يقول عز وجل والرسول يدعوكم في أخراكم يعني والرسول يدعوكم إليه في أخراكم يعني في آخرتكم لما ولوا هاربين صار النبي في آخرتهم من جهة من؟ من جهة العدو فأصبح النبي بينهم وبين العدو بسبب فرارهم والرسول يدعوكم في أخراكم يعني يناديكم يقول إليّ عباد الله أنا رسول الله فأثابكم على هذا الفرار وعلى ما وقع منكم من النزاع أثابكم غمّا أثابكم غمّا بغم يعني جازاكم وكافأكم على ذلك ألما وضيقا يتبعه ألم وضيق فأما الألم الأول بما فات من النصر على العدو وما يستتبع ذلك من الغليمة التي هي كانت سببا لأصلا لمخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي من أجله ذهبوا قد فات عليهم هذا الغم الأول والغم الثاني بما نزل بهم من البلاء والقتل والجراح فهذا الغم الثاني وأعظم هذا الغم بما شاع بينهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل هذا هو الغم العظيم الذي شاع بينهم فأنساهم هذا الغم كل غم ولهذا معنى قول عز وجل فأثابكم غما بغم لكي لا تحزن يعني أصبح هذا الغم الذي نزل عليكم سبب لزوال أي شيء لزوال الحزن والألم الذي في أنفسهم كيف هذا الغم الأول بسبب الهزيمة وذهاب وذهاب النصر وذهاب أيضا المغنم فجاءهم غم آخر أشد وهو غم خوف أن النبي قد قتل وسماعهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل فجاء هذا الغم لينسيهم كل شيء لينسيهم الحزن على فوات النصر والحزن على فوات المغنم ثم لما علموا أن النبي حي وسليم ومعافى زال عنهم الألم كله ألم الهزيمة ألم الجراح التي أصابتهم ألم فوات الغنيمة وهذا معنى قوله فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولما أصابكم من الجراح وسبحان الله يعني كيف كانت هذه المصيبة التي خشوها وهي مقتل النبي أنستهم كل شيء فأثابكم غمًا بغمًا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولما أصابكم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وما أكنته ضمائركم وسيجازيكم على أعمالكم ثم قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم بعد هذا الغم الذي نزل عليكم وأصابكم منَّ الله عليكم بأن أنزل أمنة نعاسا يغشى طائفة بعد هذا الألم والضيق أنزل طمأنينة وثقة في القلوب وانظروا في الآيات التي تدارسناها كل يأتي التأكيد دائماً على مسألة القلب لأنه هو سبب النصر وسبب الهزيمة ولذلك أول ما تنزل الطمأنينة تنزل على أي شيء على القلب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة الأمان وإن يكون فيه أصلاً يكون في القلب هذا الأمان الذي أنزله الله في قلوبهم من السكينة والطمأنينة جعلهم يشعرون بالأمان لدرجة أنهم يصيبهم النعاس رحمك الله لدرجة أن النعاس أن النعاس يصيبهم وهل الخائف يصيبه النعاس الخائف لو كان في بيته مجرد التفكير في أي قضية مخيفة أو يخشى إنسان ضررها لا يأتيه النوم فما بالك وهو في ساحة الوغاء وهو مهزوم فكانت هذه الأمنة نعمة من الله عظيمة ولذلك ذكرها الله لدرجة أنهم في هذا الموقف الشديد ومع ذلك يأتيهم النعاس والنعاس النوم الخفيف الذي تهدأ فيه النفس ولا يغفل عن الخطر الذي قد يصيبه نعاساً يغشى طائفة منكم فقط طائفة يعني جمعها منكم وهم المؤمنون الذين صدق إيمانهم وتبت صبرهم وطائفة أخرى لا يصيبها هذا النعاس ولا تنزل عليها هذه الأمنة وهم المنافقون هؤلاء المنافقون ذكر الله من صفتهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ما يفكرون إلا في أنفسهم ونجاتهم مما حصل قد أهمتهم أنفسهم يعني أهمهم نجات نفسهم يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلين يظنون بالله عز وجل ظناً غير حق ظناً قائماً على الشك في قدرته عز وجل ظناً قائماً على الشك في نصره للنبيه ظناً قائماً على عدم الثقة في وعد الله عز وجل وهم بهذا الظن يشكون في الله عز وجل حقيقةً لأنه ما يظن هذا الظن وهذا الشك إلا من لم يعرف قدر الله عز وجل وهذه هي طريقة وخلق أهل الجاهلية ولذلك قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إنه لا يظن هذا الظن إلا جاهل بالله عز وجل يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني هم يظنون هذا الظن الجاهل بأن الله لا ينصر رسوله ويقول ليس لنا من الأمر شيء يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا إلى القتال لأنه تعلمون كما في السيرة أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان يعارض الخروج إلى القتال ويرى أن يبقوا في المدينة فلما خرجوا وحصل ما حصل قالوا ليس لنا من الأمر شيء لو كان لنا أمر لما خرجنا هنا ولما حصل هذا الذي حصل ولذلك قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله يعني الأمر قضاءً وقدرًا وحكماً وشرعًا لله عز وجل ليس لأحد لا للمنافقين ولا للمؤمنين ولا لأحد من الخلق كائنًا من كان الأمر بل الأمر لله عز وجل وحده قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك وهذا مما كشفه الله عز وجل مما أكنه أولئك المنافقون في قلوبهم يقول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم من الشك والتردد وعدم الثقة بوعد الله عز وجل لعباده وأوليائه ما لا يبدون لك في ظاهر أقوالهم وظاهر فعالهم لأن هذه حقيقة المنافق أن يظهر خلاف ما يبطن ثم قال عز وجل يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كاننا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا يعقولون يعني لو كاننا من الأمر أمر الخروج وأمر القتال لو كان الأمر إلينا والرأي عندنا لم يحصل هذا القتل الذي حصل وهذا الحقيقة مع أنه تخذيل وتبكيت للمؤمنين إلا أنه فيه اعتراض على قضاء الله وقدره فالله هو الذي قضى ذلك وهو وهو الذي قدره فهم وإن كانوا يظهرون بأقوالهم الشفقة وأنه يعني يتحسرون لهذا الذي أصاب لكن هم في حقيقتهم يشمتون هم في الحقيقة يشمتون بالمؤمنين ويبكتونهم على هذا الذي على هذا الذي حصل يقولوا لو كاننا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا انظروا الجواب كيف يأتي على هذا الدعوة التي يقولنا يقول عز وجل قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لو كنتم في بيوتكم الأبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني أن مسألة القتل مسألة الموت والحياة لا يقربها ولا يبعدها القعود أو الخروج إن خرجتم فهو لا يقرب موتكم وإن قعدتم في بيوتكم ولو كانت مشيدة فإنها لا يبعدها بل إذا كتب الله على أحد الموت فإنه يخرج من بيته ولو كان بيته حصنا مشيدا عاليا حتى يلاقي حتفة هذه أقدار الله عز وجل لا مما فر منها ولا محيد لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني إلى مكان اتجاعهم يعني إلى مكان الذي يتجعون فيه يعني يقتلون فيه إلى المكان بالضبط لا يزيد ولا ينقص ثم قال عز وجل ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم وذات الصدور يعني هذا البلاء الذي حصل هو امتحان للصدور وهو أيضا تمحيص للقلوب فيختبر الله عز وجل النيات والمقاصد ويميز بالتمحيص المؤمنة من المنافق ثم ختم الآية بقوله والله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء مما يكنه الإنسان في نفسه ثم قال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وهذا الإشارة إلى ما حصل من بعض الصحابة من الرمات الذين كانوا على جبل أحد حيث خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الذين تولوا يعني فروا يوم التقى الجمعان يوم أحد هؤلاء إنما استزلهم يعني زل بهم الشيطان وأزلهم عن قدم الثبات عن قدم طاعة الله واستجابة لأمره استزلهم الشيطان بسبب ماذا؟ ببعض ما كسبوا يعني ببعض ذنوبهم التي اكتسبوها ولقد عفى الله عنهم وهذا من رحمة الله يعني أن يبين لهم أن هذا الذي حصل هو بسبب ذنوبهم لكن الله قد عفى عنهم فلم يؤاخذهم بها فضلاً ورحمة والله إن الله غفور للتائبين من عباده رحيم بهم الحقيقة هذه الآية تشير إلى مسألة مهمة وهي شؤم المعاصي شؤم المعاصي وخطورتها يعني هذا الفشل الذي صاب المؤمنين في غزوة أحد وهذا الذي أنتج قتلاً وقراحاً وهزيمة وجراحاً هذا كان سببه أن الشيطان استطاع أن يستزل بعض المؤمنين ببعض الذنوبهم التي كسبوها فهذه الذنوب التي كسبوها كانت مدخلاً للشيطان أن يستزله ولذلك يعني الإنسان الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله فيحص نفسه بطاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذه الآيات ينهى الله عز وجل للمؤمنين أن يكونوا مشابهين لأخلاق الكافرين وقد اختلف المفسرون في الكافرين هنا فمنهم من قال إن الكافرين المقصود بهم الكفار مشركين أو كفرة أهل الكتاب أو المنافقين وبعضهم قال الآية تشملها تشملهم جميعاً وإذا تأمننا سياق الآيات الكريمة سنجد أن المقصود بالكفار هنا المنافقون إن هذا الذي يتفق مع سياق الآيات والأحداث التي وقعت وما في السيرة مما وقع من المنافقين بعد غزوة أحد ولذلك قال عز وجل لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الأخوة هنا مقصود بها أخوة النسب والقرابة وليست أخوة الدين فإنكم تعلمون أن من المنافقين من لهم أخوة على الإسلام وعلى الإيمان والمقصود بالأخوة هنا القرابة يعني بمفهومها العام وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة يعني قالوا لإخوانهم الذين ضربوا فهم يقصدون بهذا التبكيت تبكيت المؤمنين وتنديمهم على ما حصل منهم إذا ضربوا في الأرض يعني سفرا أو كانوا غزا يعني خرجوا للقتال لو كانوا عندنا ما ماتوا الموت يناسب حالة السفر وما قتلوا يناسب حالة الغزو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وهذا يعني من تعذيب الله عز وجل لهؤلاء المنافقين الذين لا يرضون بقضاء الله وقدره أن يتحسر الإنسان منهم على أقدار الله يقول لو لم يخرجوا لكان لما قتل لو لم يفعل هذا لما وقع عليه كذا وهذه سبحان الله تجدها أخلاق يتحسر بها الإنسان الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسلم لله أمره تجده يتحسر إن فاته شيء قال ليتني ذهبت وإن ذهب وحصل عليه مكروه قال ليتني لم أذهب فهو في تحسر وتندم أبدا ولكن المؤمن يعني يسلم لله بقضائه وقدره ويتوكل عليه ويجتهد ولا يألو وسعه يقول عز وجل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يجعل هذا الاعتقاد حسرة في قلوبهم وندم وأما مسألة الحياة والموت فهي إن الله عز وجل فهو الذي يحيي ويميته سبحانه وبحمده ثم قال عز وجل والله بما تعملون بصير يعني مطلع على أعمالكم لا يخفى منها شيء قال عز وجل بعد ذلك وَلَا إِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَهِ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ بعد أن بيّن الله عز وجل أن أمر الحياة والموت إليه فهو الذي يقضي بالحياة ويقضي بالموت أخبر عن أمر آخر وهو هب أنه حصل قتل أو موت للمؤمن فالمؤمن الحقيقة لا يبأس من هذا ولا يحزن لأننا نعتقد يقينا أن ما عند الله خير لنا من هذه الدنيا وأبقى ونحن نعلم أن هذه الدنيا سجن للمؤمن فالمؤمن إن مات موتاً طبيعياً أو قتل في سبيل الله فهو على خير لأنه سيلقى الله عز وجل ويلقى الكرامة عنده ولهذا قال وَلَا إِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعني استشهاداً في الحرب أو مُتْتُمْ موتاً عاماً لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ولذلك قال لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ فهذا تفخيم وتعظيم لهذه المغفرة وهي ستر الذنوب ورحمة بدخول الجنة خير من الدنيا كلها وما يجمعون فيها من نعيم زين وأكد مرة أخرى فقال ولئن ولئن مُتُمْ أو قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فالإنسان سيموت يعني أحد أمر إما يموت موتاً طبيعياً كسائر الناس أو يقتل ولكن الأمر الأهم من هذا كله ما بعد الموت والقتل إلى أين يكون الحشر والمصير هذا الذي يجب الإنسان أن يعتني به وأن يهتم وأن يهتم به ولهذا قال لئن الله تُحشرون يعني تُرجعون وتُساقون إليه وليس إلى أحد سواه عز وجل وهذه الآيات من أعظم ما يحمل الإنسان على الجهاد في سبيل الله والصبر عند لقاء العدو أن يعلم أنه ما من أحد إلا ميت وأنه إن لم يقتل يموت ويعلم أنه إن مات أو قُتل فإن مرجعه إلى الله وإن ما عند الله خير له وأبقى قوله عز وجل بعد ذلك فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّرِينَ قوله فَبِمَا رَحْمَةٍ يَعْنِي بِسَبَبِ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بسبب رحمةٍ من الله كان خُلُقُكَ أَيُّهَا النَّبِي سَهْلًا يعني سهولة خُلُقُ النَّبِي هو رحمة من الله أولاً رحمة من الله لنبيه فجعله سهلاً ليناً وتعلمون أن الإنسان الذي خُلُق السهل لين يستطيع أن يتعايش مع الناس أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يتمنى أن يكون سهلاً حتى يستطيع يعيش مع الناس لكن ما يستطيع لأن خُلُقه صعب فأولاً الرحمة للنبي لأنه كان سهلاً فاستطاع أن يتعايش مع الناس وأن يعيش معه ويتعامل معه هذه واحدة ثم الرحمة من الله للمؤمنين أن جعل خُلُق نبيه سهلاً عليه يسئهيناً ليناً يقبل منهم ويألفونه ويأنسون به عليه الصلاة والسلام فيستطيعون الأخذ منه وسؤاله والتعلم والتعلم منه ولهذا ولو كنت فضاً غليظاً ولو كنت فضاً غليظاً القلب يعني ولو كنت شديداً في القول والفعل فضاً شديد في قولك وفعلك قاسي القلب فضاً غليظاً القلب يعني قاسي القلب لم فضوا من حولك الانفضاض الانصراف الانصراف في شتى الاتجاهات يسمى هذا يسمى هذا انفضاضاً هذا يذهب منها وهذا يذهب منها وهذا دلع على شدة الذهاب والنفور على شدة ذهابهم ونفورهم بسبب الغلظة والشدة والقسوة لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم يعني اعفوا عن تقصيرهم في حقك وما يجب لك لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم فاعفوا عنهم واستغفر لهم ذنوبهم وادعوا الله عز وجل لهم وشاورهم في الأمر الحقيقة يعني هذه الآيات يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويشار إلى نعمة الله عليه بتسهيل أخلاقه بأن جعل أخلاقه أخلاقاً سهلة يسيرة يألف الناس ويألفونه ومع أنه المؤيد من الله عز وجل المرسل من الله فهو ليس بحاجة يعني في عرفنا لو في تفكيرنا ليس بحاجة أن يكون سهلاً للناس لين إنه مع الحق اللي يريد الحق يصبر على خلقي يعني كما لو كان عندك شيء في يدك أنت اللي تملك وما يملك أحد غيرك تقول الذي يريد الشيء مني يصبر على ما أنا عليه حتى يناله أليس كذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الهداية العظمى ومع ذلك مع أنه يحمل هذه الهداية العظمى إلا أن الله سهل خلقه حتى يقبل منه الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن الناس كيف بنا أحد الدعاة إلى الله وطلبة العلم والعلماء يجب على هؤلاء أمثالهم أن تكون أخلاقهم سهلة يسيرة فهم ليسوا كالأنبياء ومع ذلك الأنبياء سهلت أخلاقهم فيجب عليهم أيضاً أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء في سهولة أخلاقهم وليونتها والصبر على الناس لأن الناس حقيقة يعني قد يتعبون المرء ويأخذون جهده ووقته لكن يصبر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حطمه الناس يعني إنما أتعبه وأمرضه كثرة الناس وذلك صبر عليهم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ رسالات الله فمن أراد أن يسلك طريق الأنبياء فليصبر صبرهم وليكن خلقه سمحاً ليناً كأخلاق الأنبياء ثم قال وشاورهم في الأمر هذا صيغة أمر شاورهم في أمرك قال في الأمر دون تقييد للأمر فيدخل في كل الأمور إلا إلا إيش إلا ما ورد فيه الوحي فهذا الذي لا مجال فيه إلى أن يأخذ فيه رأي أحد لكن ما عد ذلك فتأخذ رأيهم وتستشيرهم في ذلك وهذه الآية من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على من يقول بوجوب الشورى والآية الحقيقة الصريحة في الأمر فهذا الأمر يتوجه إلى النبي بأنه يجب عليه أن يستشير أن يستشير صحابته في أمره فمبدأ الشورى مبدأ واجب مبدأ أن تستشير أن تستشار الأمة في أمورها هذا مبدأ واجب دلت عليه الآية فالله يأمر نبيه وهو المعصوم المؤيد بالوحي فما بالك من دونه من الناس لكن يبقى هل هذه الشورى ملزمة أم معلمة هذا فيه خلاف فيه خلاف بين أهل العلم فعندنا الدرجة الأولى مبدأ الاستشارة هذا واجب كما يدل عليه ظاهر لكن إذا استشار هل هذه الشورى ملزمة أم لا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم وإن كان ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بالشورى حيث استشار صحابته ما استشارهم إلا أخذ إلا أخذ بقولهم مما يدعم صحة من يقول بأن الشورى ملزمة وليست معلمة ثم قال عز وجل فإذا عزمت يعني بعد أن تستشيرهم ويظهر لك الأمر فإذا عزمت على أمر ما فتوكل على الله لأن مهما كان رأي الناس ومهما كان عقلهم فإن العصمة بالله عز وجل لذلك قال فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ثم قال عز وجل بعد ذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا يغلبكم أحد حتى لو اجتمع أهل الأرض وإن خذ لكم فلم يعينكم فإنه لا لا معين لكم ولا ناصر لكم بعده عز وجل حتى لو اجتمع أهل أهل الأرض حتى لو اجتمع أهل الأرض كلهم بعد ذكر الجهاد وذكر الشورى والأمر بها ثم توكل على الله عز وجل وسؤال النصر منه ما الذي يحصل بعد هذا ما الذي يحصل بعد أن يسأل الله إنسان النصر وأن يصبر نعم نعم يحصل النصر ومن النصر تجنى تجنى الغنائم ولهذا ناسب أن يأتي بعدها أن يقول ما كان للنبي أن يغل لأن بعد النصر تأتي الغنائم فنفى الله عن نبيه الغل وأصلاً الغل هي الخيانة هي الخيانة والمقصود بها أخذ شيء من الغنيمة خيانة قبل أن تقسم هذا المقصود بغل الغنيمة أن يأخذ منها شيء قبل قسمتها لأنها قبل أن تقسم هي حق لكل المقاتلين فلا يجوز لك أن تأخذ شيء منها حتى لو كنت أنت ممن حارب يستثنى من ذلك ما ورد بالتنفيل الخاص ويستثنى من ذلك سلب المقاتل نفسه لو قاتلتها شخصاً فتبارزت أنت وإياه فقتلتها لك سلبه اللي هو السلاح الذي عليه الخاص به كان مثلاً بندقية أو سيفاً أو غير ذلك من الأسلح التي خاصة بالمقاتل نفسه فإن هذه المستثناه من من الغنيمة هي حق للمقاتل نفسه أما بعد ذلك فلا يجوز أخذ شيء منه حتى يقسم حتى يجمع كله ثم يقسمه ولي ولي الأمر ولذلك قال ما كان للنبي أن يغل يعني ما يجوز أصلاً أن النبي يغل يعني يستحيل أن يقع من نبي أن يغل ثم قال عز وجل بعد ذلك ومن يغلل يعني من الناس وليس من الأنبياء من يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة يأتي به مغلولاً يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يفضحه الله عز وجل ثم قال ثم توفى كل نفس ما كسبت توفى يعني يوافيها أجرها على قدر عملها توفى أجر عملها غير منقوص ما عملت كل نفس ما كسبت وهم وهم لا يظلمون لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسنتهم فإذا زادت على مسيئات فهذا ظلم إذا نقصت فهو ظلم أيضاً ثم قال عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يقول عز وجل أفمن اتبع رضوان الله يعني على تقدير أفمن يستوي أفيستوي من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح واتباع شرع الله هل يستوي هو ومن كفر بالله وعمل السيئات وخالف أمره لا يستوي ثم قال ومأواه جهنم وبئس المصير لأن الأمر في حقيقة لا يستوي لذلك لم يأتي الجواب ما قال لا يستوي لأن هذا استفهام تقريري ولهذا أخبر بمصير الكافر فقال ومأواه جهنم وبئس المصير المأواه مكان الذي يرجع إليه الناس ويأوي ويأوي إليه وهذا المأواه لهم والعياد بالله هو يجهنم وبئس المصير الذي يصيرون إليه ويرجعون إليه قال عز وجل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لما ذكر أن المؤمنين المتبعين لأمره والكافر المخالفين لأمره لا يستويان يتفاوتون أخبر عز وجل عن التفاوت الذي يكون في الآخرة بينهم قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون يعني هم متفاوتون أصحاب الجنة وأهل النار مثل تفاوتهم في درجاتهم وتفاوتهم في منازلهم منازلهم في الجنة والنار ودرجاتهم في الجنة أو دركاتهم في النار فبينهم يعني بين أهل الجنة وأهل النار بون شاسع وحتى أهل الجنة أنفسهم بينهم بون شاسع في المنازل وكذلك أهل النار بينهم في نارهم بون شاسع في دركاتهم فلكل درجات مما عمل ثم قال عز وجل بعد ذلك لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقول الله عز وجل لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم منى الله على المؤمنين يعني أنعم الله على المؤمنين نعمة بينة ظاهرة هذه النعمة ما هي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تأملوا أنه قال رسولا من أنفسهم فالمن هنا من جهتين أولا في مبدأ بعث الرسول أن يأتيك الرسول يعلمك أمر الله ونهيه ويدلك على الخير والشر وهذه من عظيمة من الله عز وجل على خير والمنة الأخرى أن يكون الرسول من أنفسهم يعني من جنسهم واحدا منكم وهذه تحتمل أمور أولا من جنسكم يعني بشرا مثلكم فتستطيعون فتستطيعون الاقتداء به والاهتداء بسنته واتباعه لأنه واحد منكم لكن لو كان ملك ما فيه قدرة على التواصل مع الملك ولا فيه قدرة على الاقتداء به إن واحد يقول هذا ملك كيف أقتدي به كيف أصوم كيف أوصل لهذا ملك ولما لا أستطيع أن أفعل مثل ما يفعل الملك وليس عندي قدرة مثله ولهذا الله عز وجل قال ردا على المشركين لما اقترحوا أن ينزل ملكا قال وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون لأنه يقول أن الملك لا تستطيعون الأخذ عنه ولا التلقي منه لاختلاف ما بينكم فإذا سيكون لابد أن هذا الملك ينزل عليكم في صورة رجل فإذا نزل في صورة رجل عاد اللبس عليكم كما كان فلم تستفيدوا شيئا وهذا جهلا منهم بطبيعة الرسالة لأن الرسول حقيقة قدوة يقتدي به الناس فإذا فضل الله أن كان الرسول من جنسنا بشرا مثلا وفضل الله علينا أيضا بأن كان الرسول عليه الصلاة والسلام وخصوصا على الصحابة منهم نشأ بينهم أربعين سنة وهو بينهم ما جاءه شخص غريب ما يعرفون أخلاقه وطبعه وسيرته بل جاء واحدا واحدا منهم وهذا من أعظم المنة المنة عليهم هذا الرسول الذي امتنى الله عليهم به ما هي مهمته يقول عز وجل يتلو عليهم آياته يعني يقرأها تلاوة لفظ وتلاوة معنى فيتلو ألفاظه ويتلو معانيه يعني يبين معانيه بيّنها بقوله بيّنها بفعله وبيّنها بإقراره عليه الصلاة والسلام ويزكيهم فإن تلاوة الكتاب تحملهم على أي شيء على زكاء النفس يعني طهرتها ونقاءها ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وتأملوا هنا كيف قدم التزكية قبل تلقي العلم التزكية صحاً يقال إنها التطهير وتم تعلمون القاعدة أن التخلية قبل التحلية فلابد أن تزكوا نفس طلب العلم حتى يستطيع أن يتلقى أن يتلقى العلم لابد الإنسان حتى يطلب العلم أن يفرغ قلبه من الشبهات ومن الشهوات حتى يستطيع أن يتلقى العلم أن العلم إذا جاء والوعاء مليان أي شيء يدخل على هذا الوعاء يفيض منه فلابد أن يخلى من هذه الشهوات والشبهات حتى يملأ بعد ذلك يملأ بعد ذلك علم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هو السنة على خلاف بين أهل العلم في المراد بالكتاب والحكمة فبعضهم قال الحكمة المقصود بها التشريع والحلال والحرام ولكن أظهر أن يقال أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة وإن كانوا من قبل هذا الرسول وهذا المبعث في ضلال مبين في بعد وعماية وجهالة في غاية البيان والحقيقة إن من تأمل في سيرة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علم عظم الهداية التي جاء بها النبي والمنها العظيمة التي امتن بها عليهم هذه الآيات الكريمة لا زالت حديثاً عن غزوة أحد وما أصاب المؤمنين فيها من الجراح والأذى وموقف المنافقين المتمثل في الشماتة بالمؤمنين وتبكيتهم على ما حصل منهم أولاً في خروجهم ثم ما حصل منهم بعد ذلك في القتل الذي نالهم يقول عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم يخاطب الله عز وجل المؤمنين يقول لهم أولما أصابكم أيها المؤمنون مصيبة تتمثل في القتل الذي نالكم في أحد والجراح والأذى والهزيمة والألم قد أصبتم مثليها يعني قد أصبتم من عدوكم مثليها ضعفيها فقتلتم منهم وجرحتم وآذيتم ضعف ما فعلوا بكم في معركة أحد وفي معركة بعدر قبل ذلك هذا معنى معنى الآية قلتم أن هذا يعني كيف يصيبنا هذا فالصحابة استغربوا لأن هذه ثاني معركة تقع لهم أول معركة نصرهم الله نصراً مؤزراً وسبحان الله هذه الهزيمة لعلها درس للصحابة ودرس للأمة عموماً أن تعلم أن النصر ليس لأنك مؤمن أنه يأتيك لأجل إيمانك لأجل فقط أنك منتسب للإيمان بل لا بد للنصر من أسباب خاصة وإن الهزيمة أنتم معرضون لها كما قد تنصرون ولهذا الله عز وجل لما سألوا هذا السؤال فقالوا أولاً لما أصاب أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّا هذا كيف يصيبون هذا وفينا النبي ومعنا الحق ونحن المؤمنون أتباع أتباع النبي وأتباع الحق كيف يصيبون هذا كيف نقتل كيف ينتصر علينا أعداؤنا وهم أهل الشرك وأهل الوثنية قلتم أنّا هذا كيف يأتي هذا ومن أين أتى فيأتي الجواب سريعاً قل هو من عند أنفسكم يعني جاءكم هذا الخلل من قبلكم من جهة أنفسكم لا من شيء آخر لا من الرسول ولا من الدين الذي أنتم عليه بل من أنفسكم وذلك كيف كان بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير حيث تنازعتم وعصيتم الرسول وفشلتم وإلا فالله قادر على نصركم لما لأنه على كل شيء قدير سبحانك اللهم ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر